مرحبا وضحياتي للجميع على الرغم من كونه رجل دين وراعي أبرشية وكنيسة إلا أن الفرنسي جون ميسيليا المولود في سنة 1678 والمتوفى في عام 1733 واقعا يعتبر واحد من أشد خصوم الإيمان على الرغم من أنه كان رجل دين ويعتبر واحد من ألد أعداء المسيحية على الرغم من أنه كان راعي كنيسة لبل يعتبر جون ميسيليا واحد من كبار الملحدين في القرن الثامن عشر الميلادي تحديدا في فرنسا طبعا قدمت في السابق حلقة مفصلة خاصة عن الكاهن وعن المفكر الحر المتمرد جون ميسيليا وعرضت فيها لمحطات من سيرته الذاتية ولجملة من أفكاره المختلفة أو المتنوعة والتي دارت حول الإله والمسيح مثلا والدين وحقيقة الإيمان وعن الآخرة والأخلاق والسياسة والحرية بمختلف تجلياتها إلى آخره وبالتالي لن أعيد ما تحدثنا عنه في تلك الحلقة السابقة والتي هي بالمناسبة لربما أول من عرف المثقف العربي أو القارئ والمهتم الناطق بالعربية على هذه الشخصية الفريدة فيما خصص سيرته الذاتية بعض من أفكارها إلى آخره فالمهم فهذا الكاهن المتمرد هذا المفكر الحر جون ميسيليا وضمن كتابه عهد الجديد اسم كتاب ميسيليا هو عهد الجديد لاحظوا حتى في العنوان هناك غمز ولمز من قناة كتاب العهد الجديد يعني الكتاب المقدس أو الإنجيل وكأن ميسيليا هنا كأنه يقول بأن في مقابل عهد المسيح الجديد فهانذا أيضا أقدم عهد جديد وطبعا ضمن ميسيليا هذا الكتاب يعني مجموعة من الأفكار النقضية والإلحادية الحادة جدا واقعا لم يجرؤ أحد في زمن ميسيليا ليس على مجرد النطق بها مثلا بل حتى على مجرد الإشارة إليها ولو تلميحا نتحدث هنا طبعا أسماء كبيرة أسماء وازنة في عصر الأنوار في فرنسا كافوتير، ديدرو، الباروندي، هولبخ لامتري، هيلفتيوس مثلا مونساكيو وروسو وآخرين وطبعا هذا الكتاب عهد الجديد يعني كما أغلب الأوراق كما أغلب أوراق ميسيليا السرية الأخرى طبعا ظهرت بعد موته وتحديدا بعد يعني كشف عنها بعد واقع الدفنة طيب من أرائه التي لم نتطرق إليها في الحلقة السابقة واقعا هناك دعوة مهمة وجهة ميسيليا للإنسان دعاه لكي يرتوي من نهر الحياة طبعا قبل أن يباغته الموت لأن العمر على حد تعبير ميسيليا قصير جدا والحياة منقضية لمحالة وعلى الإنسان بالتالي أن يعيش حياته كما يريد هو على الإنسان أن يبحث عن السعادة هنا على الأرض يعني بدل أن ينتظرها في عوالم أغروية مزعومة على حد تعبير ميسيليا مثلا كان يقول بأن لا خير يرتجى ولا شر يرتهب بعد الموت أبدا لا خير يرتجى ولا شر يرتهب لا شيء بعد الموت لا شيء ينتظر الإنسان في القبر مثلا إلا القبر إلا العدم إلا الفناء وبالتالي على الإنسان كما يرى ميسيليا عليه أن يكون حكيما وأن يستغل فرصة كونه ما يزال على قيد الحياة وأن يحاول أن يتمتع بحياته يعني إن كان بالإمكان ذلك لأن الموت طبعا سيأتي في النهاية وسينهي لمرة واحدة كل شيء وإلى الأبد فهذه دعوة من ميسيليا للإنسان لكي يعيش حياته كما يريد ولكي يبحث عن السعادة يعني إن كان للسعادة وجود على الأرض طيب من جهة أخرى فجوم ميسيليا وعلى العكس أو على عكس الكثير من الملحدين أو المفكرين الأحرار في تلك الفترة من الزمن في فترة القرن الثامن عشر الذين لنقول احترم مثلا المسيح أو احترم الجانب الإنساني والأخلاقي لسيد المسيح يعني هؤلاء قالوا بأن المسيح لديه جانب أخلاقي مهم جدا جانب إنساني أتى بدعوات إصلاحية أخلاقية شددة على المحبة إلى آخر فهؤلاء احترموا الجانب الإنساني والأخلاقي في المسيح أو عند المسيح لكن بالمقابل طبعا نزعوا عنه ذلك الجانب الإلهي أو القدسي نزعوا عنه هالة القداسة قالوا بأنه رجل رجل محترم رجل جيد يعني قام بثورة إصلاحية طبعا نسبة لعصره وزمانه فميسيليا لا لم يكن ضمن هذا الاتجاه بل انتقد وهاجم المسيح بعنف يعني هاجمه بالشخصي كما نقول فمثلا جون ميسيليا طبعا كان لا يرى في المسيح لا إله ولا حتى نصف إله ولا حتى ابنا للإله ولا حتى نبي طبعا وإنما كان يراه مجرد شاب عادي شاب ذكي لكن في نفس الوقت مخادع وكان يقول بأنه طيب كل ما أتى به المسيح من دعوات أخلاقية وإصلاحية يجب أن لا تخفي وراءها حقيقة كونه كان مخادعا وقد أضل الناس وخدع الناس بالمكر والدهاء مثلا أيضا يعني من جهة أخرى سخرة مثليا من ما يقال عنها معجزات طبعا الواردة في الكتب والنصوص المقدسة وقال بأن لا أحد لا يوجد إنسان يملك يعني ذرة من عقل هو يصدق من مثل هذه القصص المضحكة في مكان ما والتي أصلا كما يرى مثليا دونت وجمعت بعد موت السيد المسيح على الصليب وبفترة طويلة جدا وبالتالي كان يشكك يعني كما نستطيع أن نرى بمصداقية هذه الأخبار وبصحة هذه المعجزات وسنجد أن مثليا وفي معرض حديثه عن معجزات المسيح تحديدا سيركز على تلك المعجزات التي تحدثت عن شفاء المسيح لبعض المرضى ولبعض الأمراض الجسدية إلى آخره وحتى تلك المعجزات التي أحيى فيها المسيح مثلا بعض الموتى فيعلق على مجمل هذه المعجزات التي فيها شفاء إلى آخره طبعا يعلق بما معناه وليس حرفيا أنه طيب لو صح أن المسيح كما تنقل لنا هذه الأخبار كان قادرا على شفاء المرضى ومعالجة أمراض وألام الناس الجسدية طيب لكان أولى به أن يأتي بمعجزة أهم في هذا المجال معجزة ستحمل الخير وكل الخير لكل الناس وهي أن يشفي الناس جميعا من أمراض النفس وليس من أمراض الجسد أن يأتي بمعجزة تشفي كل الناس من أمراضها النفسية أو من أمراض النفس من أمراض الروح من أمراض العقل والفكر إلى آخره من أمراض الخوف والقلق مثلا والحيرة والشك والوهم إلى آخره يتساءل مثلي أنه لماذا لم يمنح المسيح الناس شيئا من الحكمة شيئا من العقلانية شيئا من الأطمئنان وهذه بالتأكيد أولى المعجزات وأمجد المعجزات وأكثرها مثلا فائدة للبشر ولحياتهم ومستقبلهم إلى آخره لإطمئنانهم لسلامهم النفسي إلى آخره هذه المعجزة التي كان يفترض بالمسيح أن يأتيها لأنه وهذه هنا كلمات مثلية تحديدا لأنه ما نزل من السماء إلا من أجل خلاص البشرية كما يخبرنا في الكتاب المقدس وشكرا للمشاهدة